نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعناوين وسائل أعلام إسرائيلية تتحدث عن نتائج متساوية بين الليكود ومنافسه نتانياهو يؤكد فوزه وصوريخ المقاومة تجبره على الفرار من بئر السبع البخيط للميادين المبادرة السعودية هي للالتفاف على السلام ونرفضها لأن هدفها فرض الوساية على اليمن وبيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين قبل تسواحلها وواشنطن ترفض وصف الأمر بالاستفزاز أهلا بكم استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة غارات مواقع في قطاع غزة ليلا المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من مساء أمس من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة وخلال جولة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياه في بير السبع لدعوة السكان إلى المشاركة في الانتخابات تعرضت المدينة لسقوط صاروخ مصدره غزة حيث قام جهاز حماية نتنياه بتهريبه من مطعم كان موجودا فيه وتذكر هذه الحادثة أو تذكر بأخرى تعرض لها نتنياه عندما اضطر إلى الهروب خلال حملة انتخابية في مدينة عسقلان حين تعرضت لسقوط صواريخ المقاومة قبل نحو عامين هذا وتجنب نتنياه في كلمة أمام أنصاره تكرار أعلان الفوز في انتخابة الكنيسة بعد أعلانه في تغريدة على تويتر وصائل أعلام إسرائيلية قالت أن نتائج العينات الانتخابية رست أمس على تعادل أو تقدم بسيط لصالح الكتلة التي تريد تغييره وأشارت إلى أن التعادل سيواصل شل السلطة في إسرائيل مدام نتنياه يقف على رأسها وقد سجلت الجولة الرابعة مشاركة وصفت بالأقل منذ 12 عاما البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة لا حكومة مموزقة قائمة على المواقف الشخصية حكومة مستقرة لإسرائيل هذا ما تتضلبه التحديات التي نواجهها ويجب أن لا نجر دولة إسرائيل إلى انتخابات جديدة إلى انتخابات خامسة فلنقم بتأسيس حكومة مستقرة الآن هل ستتألف حكومة في إسرائيل تفرزها الانتخابات البرلمانية الرابعة والعشرون أم ستواجه المزيد من أزمة الحكم وعدم الاستقرار بعد أربعة انتخابات خلال عامين بعد أربع دورات انتخابية لا يزال السؤال المهيمن في المشهد السياسي الإسرائيلي هل سيتمكن نتنياه أو سواه من تشكيل حكومة أم ستكون الانتخابات الخامسة قريبة بن يمين نتنياه الذي يواجه محاكمة في قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة بذل أقصى جهوده من أجل الحصول على واحد وستين نائبا ضمن معسكره لكي يؤلف حكومة تنقذه من السجن حتى وصل به الأمر حد التودد إلى المواطنين العرب وهو المعروف بسياساته العنصرية نتنياه عارفين وعارفين كذباته بلناش نصبت له بلناش نصبت له لأنه نتنياه لابد يعمل صل 12 سنة بيعمل وإحنا أسحرين الوطن كل مصائب الوسط العربي هي من بيب نتنياه الكوانين العنصرية العنف والآخر إحنا إنه هدف واحد هو القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الناخب العربي الذي دعم القائمة المشتركة بخمسة عشر نائبا في الانتخابات الأخيرة قبل عام فقد وجد نفسه في هذه الدورة أمام انشقاق القائمة الموحدة منها إثر خلافات سياسية فروقات اليمين واليسار يعني فروقات وهمية لا يعول عليها فإحنا استراتيجيتنا العمل أمام كل القوس السياسي الإسرائيلي الولوج إلى داخل المعترك هذا القائم المشتركي هي وحدة شعب هدفها الحفاظ على انتمائنا على هويتنا وأن نلقي بوزننا من أجل القضايا العادلي إنهاء الاحتلال إقامة دولة فلسطين مسواة قومية ومدنية وعدل اجتماع وديمقراطية حقا بحسب نتائج العينات الانتخابية يتوقع أن تحصد القائمة المشتركة ما بين ثمانية وتسعة مقاعد بينما قد لا تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم أما معسكر نتنياهو فسيضمن واحدا وستين مقعدا من أصل مائة وعشرين إذا منضم حزب يمين إليها النتائج الرسمية ستظهر يوم الجمعة وحتى ذلك الوقت قد تتبدل جميع الاحتمالات هنأ محميد الجليل الميادين رأى عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن المبادرة السعودية هي مبادرة للالتفاف على السلام ولفرض الوصاية على اليمن البخيتي وفي تصريح للميادين أكد أن المبادرة السعودية مرفوضة واتهم سعودية بتضليل الرأي العام العالمي من خلال ما تصفه بالمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن هي شروط أكثر من كونها مبادرة توزيع للأدوار بين واشنطن والرياض أفرغ المبادرة السعودية من أي جديد لوقف الحرب على اليمن في الشكل تدعي السعودية من خلال مبادرتها الحرص على إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى اتفاق شامل في التفاصيل تشمل المبادرة السعودية وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة لكنها تصر على مواصلة الحصار فالمبادرة تتضمن فتحاً مشروطاً لمطار صنعاء المحاصر منذ أكثر من خمس سنوات كما تقترح الرياض أيضاً فتحاً مشروطاً لميناء الحديدة المغلق منذ سنوات نريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى الخطوة التالية وهو قرار يمكن أن يجعل اليمن أمناً أما الإطار الزمني فالأمر مترك للحوثيين والعبء يقع على عاتقهم رمت السعودية الكرة في مرمى اليمنيين فأتى الجواب برفض المبادرة السعودية بالنظر إلى الشروط التي طرحت فيها فصنعاء تتمسك بمقاربتها وقف الحرب ورفع الحصار أولاً وترى ألا جديدة فيما طرح سعودياً في ظل وقائع لا تشي بصدقية نيات الأطراف الأقليمية والدولية هذه ليست مبادرة الوقف الحرب ولا الوقف إطلاق النار طالما أنها تستثري نفسها وضف إلى ذلك أنه لا يمكن وقف سرعة بينما أحد أطرافه يدعي أنه ليس طرفاً في هذا السرعة وبالتالي لا بد أن أي عملية سلام لا بد أن تقوم على أساس صحي وأن توقف دول العدوان كل أعمالها العدائية ضد اليمن في مقابل وقف اليمن لكل عمليات العسكرية في العمق السعودية نقطة إضافية أشار إليها عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري وهي أن الإعلان السعودية لم يتطرق إلى أي تفاصيل أو أليات وهي عقدة الخلاف ما يعني أن أعلان السعودية فارغ ولا مفاعل له على الأرض بقدر ما يراد منه اللعب على الوقت وإنقاذ أدواتها المهزومة في الميدان كيف صمدت القوات المسلحات اليمنية وكيف نجحت في بناء وتصنيع صواريخ فاليستية وطائرات مسيرة رغم الحصار تقرير لأحمد عبد الرحمن تمكننا من التصدي للعدوان بالأرقام والإحصائيات تثبت القوات المسلحة اليمنية انتقالها من موقع الدفاع وتلقي صواريخ مقاتلات التحالف السعودي إلى الهجوم وإرسال المسيرات والصواريخ الباليستية والمجنحة إلى عمق دول هذا التحالف ومن الرد المحدود إلى عمليات توازن الردع الواسعة ستة أعوام من المقاومة والمواجهة والصمود تنهيها صنعاء ملوحة بالوجع الكبير متوعدة بالحسم في عامها السابع ست سنوات من عدوان دول ثرية دول متمكنة دول تتمتع بتسليح كبير جدا لقواتها المسلحة وفي نفس الوقت تكلوجيا هائلة عندما نعرف أن الذي يشرف ويرتب وينظم هذه العمليات هي الولايات المتحدة الأمريكية وصيونيتها العالمية على قدرات كهذه تسليحية صاروخية باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة متوسطة وبعدة المدى هجومية مرعبة ودفاعية رادعة تضع صنعاء يدها وبأسلحة كهذه متنوعة ومتفاوتة المهام والإمكانات باتت تتحرك قواتها وما خفي أعظم بحسب المتحدث باسمها هي بجهود يمنية خالصة وجهود يمنية ذاتية والذي يدعون أننا من إيران ويدعون أن تم تهريبها من إيران ولكن نقول لهم أنتم من استوردتم على السلحة التي لم تنفعكم لم تحمي أجواءكم لم تحمي مدنكم لم تحمي جبهاتكم بمراكمة الخبرة القتالية ومضاعفة قدراتها العسكرية التسليحية والتقنية وقبل ذلك بالاعتماد على الأيدي والعقول اليمنية تمكنت صنعاء من بناء التصنيع العسكري وتطويره رغم الحصار المتبق وبالتالي تمكنت من الصمود والمواجهة والتفوق على الآلة العسكرية الحديثة والمدمرة باستقراء المتغيرات العسكرية والوقائع الميدانية يمكن استنتاج أن ما تقف عليه القوات المسلحة اليمنية اليوم يفوق بكثير ما كانت عليه عند بداية سنوات هذه الحرب وأن انتقالها من الصبر الاستراتيجي إلى الخيارات الاستراتيجية ليس من فراغ بل من تفوق رغم فارق الإمكانات أحمد عبد الرحمن صنع الميادين تقرير مشترك صدر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدد عشرين نقطة ساخنة في العالم مهددة بخطر عدام الأمن الغذائي الخطر ولبنان يدخل للمرة الأولى في عدادها موسى عاصم جينيف عشرون نقطة ساخنة في العالم يعاني 183 مليون من سكانها من ثقدان الأمن الغذائي بينهم 34 مليون مهددون بخطر المجاعة خلال الأشهر الخمسة المقبلة إذا لم يتحرك العالم سريعا لتقديم المساعدة خمس دول عربية من بين دول هذه المجموعة هي اليمن والسودان والصومال وسوريا ولبنان الذي كان مستوى الحياة فيه قبل العام 2019 يراوح بين متوسط إلى مرتفع بحسب الدراسات الدولية 900 ألف من سكانه يعانون اليوم من ثقدان الأمن الغذائي في لبنان تداخلت مجموعة من العوامل السلبية أدت إلى تعقيد الأزمة بالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين وفي هذا التقرير ندق نقوس الخطر من أجل أن تفعل السلطات ما يلزم وسريعا لمنع تدهور الأوضاع أكثر ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف أسباب ارتفاع أعداد المهددين بالمجاعة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تجمل النزاعات المسلحة والتصحر إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي أسهم فيها كوفيد-19 والعقوبات الأحادية الجانب الوضع مقلق جدا في سوريا حيث تعاني القطاعات الاقتصادية ولسيما الزراعة من صعوبات ضخمة وبالتالي نواجه مشكلة في الانتاج المحلي الذي لم يصل إلى الحد الذي كان عليه قبل الأزمة وتقابله مشكلة عدم القدرة على الوصول للغذاء من قبل الشعب الذي فقد القدرة الشرائية تقرير برنامج الغذاء العالمي والفاو توقع أن يؤدي تقليص المساعدات الدولية في اليمن إلى تراجع العمليات الإنسانية وخفض حجم الحصص الغذائية من جراء الحرب والحصار الذين يشهدهما هذا البلد منذ سبع سنوات يدخل لبنان للمرة الأولى نادي دول مهددة بفقدان الأمن الغذائي لجزء من السكان والأشهر القليلة المقبلة ستكون أسوأ بكثير متوقعات بحدوث أعمال عنف واضطرابات إذا لم تبادر السلطات إلى إيجاد الحلول سريعا للوضعين السياسي والاقتصادي موسى عسي جناف الميانين النشر مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلنت قيادة الأركان في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى على ساحلها الغربي في موازات ذلك ذكر مسؤولان كبيراني في إدارة بايدن أن التجربة الصاروخية الشمالية شملت أنظمة أسلحة ليست داخل النطاق الذي يغطيه حظر مجلس الأمن الدولي وفيما حذر مسؤول أمريكي من تدخيم خطوة إطلاق الصاروخين الكوريين الشماليين نفى الرئيس الأمريكي وصف الأمر بالاستفزاز ما رأيك في إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ؟ تعلمنا أن الكثير لم يتغير أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري مع العراق حوارا استراتيجيا في شهر نيسان إبريل المقبل المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي قالت أن الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق فقط للتدريب وتقديم النصائح للقوات العراقية لضمان عدم تمكن تنظيم داعش من إعادة تجميع صفوفه بحث وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ما وصفه بالتحديات التي تفرضها روسيا والصين قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن لقاء الوزراء في بروكسل أكد مركزية العلاقة عبر الأطلسي في معالجة الثغرات الأمنية والاقتصادية والتنصيق لمواجهة التحديات المشتركة كما ناقش الوزراء الوضع في أفغانستان وإيران وليبيا واليمن قال رئيس حركة البناء الوطني الشزائري عبدالقادر بن جرينا لدى تنصيبه الهيئة الحزبية لتنظيم الانتخابات إن حزبه ليكون معارضة للمرحلة الانتقالية إذا كانت مطلبا شعبيا جامعا الحل المثالي والممتاز والمتشبثين به إلى آخر رمق هو الحل الدستوري وإجراء انتخابات تشريعية لكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله إذا أجمع الجزائريون على مرحلة انتقالية فسوف لن نكون استثناء من بين النخبة الوطنية ولكن لن نكون داعين إليه ولا محبذين لهذا الطرح ولا نكون في هذا الرواق رغم الإغراءات الكبيرة دعا مستثمرون تونسيون الحكومة إلى دعم مشاريعهم الاستثمارية في ظل الإجراءات الإدارية المعقدة وما خلفته أزمة كورونا من خسائر سميح البغاني عديدة هي الصعوبات والعرقل التي يواجهها المستثمر التونسي في ظل إجراءات إدارية طويلة ومعقدة إضافة إلى غياب الدعم الحكومي ولسيما مع جائحة كورونا الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى توجيه نداء للجهات المعنية من أجل التفاعل مع مشاريع الشباب التي من شأنها أن تسهم في تحريك اقتصاد البلاد المتردي بعثي مؤسسة الناشئة في تونس عندهم برشة مشاكل مع ليدارة لوراق امشي ايجا ويحتاج تحسين قطاع الاستثمار إلى رؤية واضحة وفق المؤسسات المعنية غير أن المناخ السياسي المتوتر انعكس سلبا على القطاع وبعث برسائل سلبية إلى المستثمر التونسي وكذلك الأجنبي رأو النهوذ الاقتصاد ميجي كان برؤية واضحة على المصار السياسي مثل البلد هنا اليوم قاعدين رأو في بلاد اللي الحكمة متاحها سعيبها ياسر من جراء الدستور من جراء القانون الانتخابي أرقام رسمية كشفت أن تونس خارج تصنيف الدول المستقطبة للاستثمارات الدولية في أول سابقة من نوعها حيث تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة إلى البلاد بنسبة تجاوزت 28% وقدرت قيمة هذه الاستثمارات بنحو 670 مليون دولار تحتاج تونس بحسب مراقبين إلى كل كفاءاتها لتحسين اقتصادها عبر مشاريع استثمارية جديدة ورؤية اقتصادية واضحة أسهمت الأزمة السياسية في عدم تبلورها حتى الآن سمح البغانمي تونس الميات حذرت مصر إثيوبيا من استمرارها في إجراءاتها الأحادية الجانب فيما يخص سد النهضة تحذير هو الثاني الذي تعلنه القاهرة من جراء تصميم إذ سبابا على بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد تقرير خالد أبو عرب القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية ضخمة موقف مصري جديد سبقه تحذير رئيس الحكومة المصرية خلال اجتماع حول المياه في الأوم المتحدة من الأضرار الجسيمة التي ستصيب مصر والسوداء إن الوضع الحالي لملف سد النهضة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل موسم الفيضان المقبل وبما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان ويحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا التصريحات المصرية تأتي بعد تأكيد أدي سبب عزمها على تنفيذ الملء الثاني للسد في تموز يوليو المقبل من دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر عده مراقبون فرضا من إثيوبيا لأمر واقع ترفضه القاهرة وتعتبره تهديدا لمصالحها ولأمن المنطقة واستقرارها الموقف المصري يعتمد على عاملين أساسيين عامل الأول هو الحفاظ على النهج التعاوني والسعي للوصول إلى اتفاق إلى آخر المدى لأن البديل لذلك هو الانزلاق نحو الصراع وهذا ليس في صالح شعوب الدول الثلاث النقطة الثانية هي معلنة وجاءت على لسان الرئيس السيسي وجاءت في بيان لمجلس الأمن القومي المصري ووردت على لسان وزير الخارجي في مجلس الأمن الدولي أن هذه قضية وجود وأن الدفاع عن حق البقاء ليس اختيارا وكانت الخرطوم قد اقترحت الشهر الماضي تشكيل آلية رباعية من الأم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خطوة رحبت بها القاهرة ورفضتها أديس أبابا تحذيرات مصرية بشان إجراءات أديس أبابا الأحادية تجاه سد النهضة وتصعيد إثيوبي يفاقم الأزمة في وقت يرى فيه مراقبون ضرورة عودة أديس أبابا إلى مسار التفاوض لتجنب الوصول إلى طرق قد تكون أكثر تعقيدا خالد أبو عرب القاهرة الميادين في الختام هذا تذكير بأبرز العنوين وسائل أعلام إسرائيلية تتحدث عن نتائج متساوية بين الليكود ومنافسه نتنياهو يؤكد فوزه وصواريخ المقاومة تجبره على الفرار من بئر السبع البخيتي للميادين المبادرة السعودية هي للالتفاف على السلام ونرفضها لأن هدفها فرض الوصاية على اليمن وبيونج جانج تطلق صاروخين قصيري المدى قبالة سواحلها وواشنطن ترفض وصف الأمر بالاستفزاز نشرة انتهت المزيد من الأخبار تجدونها على موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة